في الرابع عشر من حزيران المقبل يختتم حزب الكتائب مؤتمره العام في فندق لورويال دبي بانتخاب رئيس جديد له بدلاً من الرئيس أمير لجميل وسط منافسة تنحصر حتى اللحظة بين النائب سامي لجميل والصحفي بيار عطلة أنا عبسجل موقف أنا صوت واحد أنا إذا الصوت الواحد بعتد فيه بشوف حالي فيه أنه أنا هبسجل حالي اعتراضية تبهوا مش بس حزب الكتائب على كل الوضع الحزب المسيحي المسيحيين اللي عبشوفوا أنا أنا ما معوادين بقى على شيء اسمه تداول سلطة صرخة عطلة ضد ما يصفه بعملية التوريث ترتفع نبرتها عند الكتائبيين القدمة معارضون كميشيل جبور وخليل نادر وجورج أسيس يتجهون إلى الطعن بالمؤتمر الانتخابي أما عيسى النحاس الذي طرد من الحزب عام 2011 وحول إلى المحكمة الحزبية حيث يقول إنه سئل عن أحاديث ثحفية ومقابلة تلفزيونية وترأسه جمعية الباسل فسيلجأوا بدوره أيضا إلى القضاء قضاء هو ما لجأنا وما نظل ننتهجه إلى حين تصويب الأمور توريث مثل اللي يمكن كنا نشوفهم بالعصور الوسطى عم بيغلفوها بعملية ديمقراطية مشوهة منا مزبوطة ولا مرة من 2007 اليوم انتخب مندوبين للمؤتمر كلهم بالتزكية يا أخي منفهم أنه مندوب مندوبين بمنطقة بمنطقتين ما يكون عندهم طموح بس ما في ولا إنسان بهالكتائب عنده طموح ينزل مندوب بمنطقة أو بإقليم كل هذه الصرخات لا يخترق صداها البيت المركزي فالقيادة تعتبر أن الحزب الذي توالى على رئاسته أربعة رؤساء من خارج عائلة الجميل لا يمكن لأحد أن ينتقد الديمقراطية فيه موضوع التوريس ما أنه موضوع أبداً بيعنينا لأنه بعتقد برهن الحزب أنه بيقدر ينتج نفسه ويجدد حاله إذا عم نحكي عن نائب اسمه سامي جميل قدى نص حياته لليوم شخص عمره 34 سنة بلش نضاله من 96 نضاله الحزبي ونضاله الوطني ومنعرف كتير منيح إداقه بمجلس النواب شخص مقدم نائب مقدم 22 مشروع أنون بالوقت اللي مجلس النواب كله مقدم 90 أنون اليوم كتير مهم أنه هذا الموضوع يكون ورانا لأنه نحن عم نحكي عن شخص بعتقد برهن حاله بمصدقيته وبأخلاقيته السياسية وفيما تبدو المنافسة غير محتدمة على منصب الرئيس بسبب تقدم أسهم النائب الجميل على منافسه يرى الكتائبيون أن المعركة الحقيقية ستكون على عضوية المكتب السياسي ترجمة نانسي قنقر